يعني كثير من الأسوار التي كانت تحيط بكثير من الشخصيات إنها انهارت تماما الآن تجاه هذه الاصطفاف مع الوطن أو ضد الوطن والمثالة الثانية لهذا ما قلت لك الجرأة الذي أذابت هذه الحواجز وهذه الأسوار التي كانت تحيط بعض الشخصيات سواء كان هذا الذي كان حوله ما دبه ولد ما دبه والله إذا كان ياسر عرمان والحسرة اللي بيبديها يعني هذا الذي يصور هذا الفيديو هو لأنه حقيقة يعني يمكن يكون بعض الشيء كانت الموازين بتاعت مختلة لكن الموازين الحريب دي عدلتها تماما عددت الموازين بالنسبة لكل الشعب السوداني يعني يمكن يكون في كثير من الناس كان بيدركوا إنه ياسر عرمان على الرغم إنه يمكن يكون واحد من الناس اللي يمكن يكون صدموا أو كانت الخيبة في وليد ما دبه إنت هل تصور أخ ناي إنه يعني قبل القصريحات الأخيرة بتاعته وليد ما دبه كان في بعض الناس بيركزوا بيرشحوا بأنه وليد ما يدبه إنه يكون رئيس الوزر الجاي كانت تفكيري بهذه الصورة لكنه على الأقل يعني المسألة دي دي ما قلت ليك عرت كله كان متغطي بالعنصرية والله بالوهم والله بالغداسة كلها انهارت تماما المسألة الثانية اللي هي الجرأة في الكلام يعني ما كان ممكن الكلام دي يتم لولا إنه هذه الفاجعة الذي حصلت التي حصلت وهذه المعانات التي عاناها كل واحد من الناس وبالمناسبة يعني مش المسألة مسألة انفعال اللي هي أصبحت قيم ومعايير تميز تماما يعني أنا أنا ممكن معظم الفيديوهات دي شاهدتها ويتبكم بردوا شاهدتها يعني فيه فيديو كان بعض الناس ظهر اسمه انه ده أمجد فريد أمجد فريد طبعا كان جزء من القحاتة في البداية لكنه تغير 180 درجة واصبح واحد من الناس مجد ضد القحاتة حتى ضد الجنجويد بصورة عنيفة شديد يعني في هذا الفيديو بمجرد ما كان ظهر يعني أمجد ما في ناس بعرفوه قام يعني بيهتف الضد القحاتة لكن واحد يبدو انه بعرفه لا يعني انت زول بطل انت زول من يعني بهذه الصورة التمييز بهذه الصورة يعني المسألة ما مسألة عشوائية ولا الناس الواقفين ديال هو شغل بتاع اعتباط والله هو بتاع مظهر ده موقف حقيقي موقف حقيقي بالنسبة لهؤلاء القوم تجاه هذه السلة التي يعني باعت الشعب السوداني تماما وبعدين بالمناسبة يعني كان ممكن قبل هذا المؤتمر او حتى يمكن قبل فترة كان ممكن يكون لهذه المجموعة يعني باب توبة الرجوع الان الباب انقفل تماما لهذه المجموعة لو اي واحد في المشتاب لو جاء ورقد للشعب السوداني في الارض وطلب من الشعب السوداني انه يخدت رجولهم فوره رقبتهم لن يقبلون الشعب السوداني مرة ثانية لانه الازى كبير وفاق والان المسألة طبعا برضها يمكن عسكريا شوفوا حسمة يعني نعم فبالتالي ما في ما في ما في ما في أمل بالنسبة لهذه المجموعة تجي تانية ما تقول لي حزب امة ولا تقول لي حزب بعث ولا تقول لي كل الافتات اللي كانت شغالة واللي الناس بيدوها قيمة ولا تقول لي كبير حتى كبير لو ما بي كبير مع الوطن ما عنده قيمة ولا عنده معنى بالمناسبة هذه المسألة يعني رتبت كثير من المسائل التي كانت يعني تميز الشعب السوداني فيها كثير من الجوانب السلبية لكن الان معظم المسائل دي استعدلت تماما صدقني اخ ناجي حتى يوم من اليوم قد يكون يعني نحن ما نحضره لكنه السودان دي حيبقى حاجة تانية ان شاء الله